بدوره عقد المجلس البلدي لمدينة دبلحصن اجتماعه الأول من الفصل السنوي الثامن عشر برئاسة سعادة أحمد بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي للمدينة وبحضور طالب اليحياء مدير بلدية مدينة دبلحصن وتقدم رئيس المجلس بأسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للمجالس البلدية في الإمارة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع أبناء المدينة الفاضلة ومتابعة احتياجاتهم والعمل على تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الحكومية بالمدينة واطلع المجتمعون على تقارير أعمال المجلس والرسائل الواردة إليه كما تم مناقشة بعض المقترحات المقدمة لتطوير مدينة دبلحصن